الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلبة الصف الخامس اليوم أنا وياكم يا ميس رح نبلش في درس جديد اسمه جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثرى وهو الدرس الثالث من الوحدة الثالثة في كتاب التربية الاجتماعية صفحة 54 أول ما نبدأ به درسنا لليوم نشأة جلالة الملك الحسين بن طلال فأكتب السؤال التالي متى ولد الملك الحسين بن طلال متى ولد الملك الحسين بن طلال ولد جلالة الملك الحسين بن طلال في عمان في الرابع عشر من تشرين الثاني عام 1935 إذن إذا بسألك يا خامس متى ولد الملك الحسين بن طلال تحكي لي ولد جلالة الملك الحسين بن طلال في عمان عام 14 من تشرين ثاني عام 1935 كيف كانت نشأة ودراسة الملك الحسين بن طلال كيف كانت نشأة ودراسة الملك الحسين بن طلال واحد تلقى تعليمه الابتدائي في عمان بالكلية العلمية الإسلامية اثنان انتقل إلى الإسكندرية حيث درس في كلية فيكتوريا ثلاث سافر إلى بريطانيا ليدرس في أكاديمية ساند هيرس العسكرية الملكية عام 1950 اثن يلي بنا نعرفه عن نشأة ودراسة الملك الحسين بن طلال انه اول شيء تلقى تعليمه الابتدائي في عمان بالكلية العلمية الإسلامية بعدين انتقل إلى الإسكندرية درس في كلية فيكتوريا بعدين سافر إلى بريطانيا ودرس في أكاديمية ساند هيرس العسكرية الملكية عام 1950 الآن خلينا ننتقل إلى الجزء الثاني من الدرس توليه سلطات الدستورية كيف ومتى تولى الملك الحسين سلطات الدستورية إذن أكتب كيف ومتى تولى الملك الحسين بن طلال سلطات الدستورية أعلن الأمير الحسين بن طلال ملكا على الأردن في الحادي عشر من شهر آب عام 1952 وكان عمره أنا ذاك 17 سنة قمرية ولأنه لم يكن قد بلغ السن القانوني المنصوص عليه في الدستور وهي 18 سنة قمرية شكل مجلس للوساية على العرش ثم توجى ملكا في الثاني من شهر أيار عام 1953 إذن تولى الملك الحسين بن طلال سلطات الدستورية يا خامس في 11 11 من شهر آب عام 1952 لكن ما كان عمره 18 سنة كان عمره بس 17 سنة قمرية شكلوا مجلس للوساية على العرش ولكن بعد سنة يعني تقريبا عام 1953 توجى الملك الحسين بن طلال ملك على المملكة الأردنية الهاشمية الآن خلينا ننتقل إلى جزء الثالث من درسنا لليوم هي إنجازات الملك الحسين بن طلال وأكتب السؤال التالي أذكر أهم إنجازات الملك الحسين على الصعيد الداخلي أذكر أهم إنجازات الملك الحسين على الصعيد الداخلي واحد اتمكن من بناء دولة المؤسسات على طريق التطور والتنمية والتحديث شملت مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية والعلمية والثقافية إذن بنى دولة المؤسسات عن طريق التطور والتنمية والتحديث شمل هالتطور والتحديث والتنمية مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية والعلمية والثقافية اثنان أولى الحسين طيب الله ثراه القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية جل عنايته واهتمامه إذن الملك الحسين بن طلال اهتم بشكل كبير بالقوات المسلحة الأردنية ثالث إنجاز من إنجازات الملك الحسين بن طلال كان دائم التواصل مع أبناء أسرته الأردنية الواحدة يزورهم في مضاربهم ومدنهم ومخيماتهم يتفقد أحوالهم يتلمس حاجاتهم إذن كان الملك الحسين بن طلال يزور أبناء أسرته الأردنية في الأماكن الذي يسكنونها في مدنهم في مخيماتهم كان يتفقد أحوالهم ويشوف إيش الحاجات أو إيش الاحتياجات اللي هم بحاجتها ألف إنجاز الرابع للملك الحسين بن طلال ارتفعت في عهد جلالة الملك الحسين بن طلال نسبة التعليم وارتفعوا مستوى المعيشة والزهرة الحياة الاقتصادية إذن في عهد جلالة الملك الحسين بن طلال صار في عنا نسبة تعليم كبيرة مستوى المعيشة للأهرفراد ارتفعت وحتى إنه الحياة الاقتصادية صار فيها ازدهار كبير الآن خامس إنجاز من إنجازات الملك الحسين بن طلال سعى إلى توطيد علاقات الأردن الخارجية بالدول العربية ودول العالم صار عنده علاقات كبيرة للأردن مع الدول العالم وحتى الدول العربية الآن نرجع إلى الإنجاز الثاني من إنجازات الملك الحسين بن طلال هو إنه أولى الحسين بن طلال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية جل عنايتي واهتمامه اكتب السؤال التالي ما هي إنجازات الملك الحسين العسكرية؟ ما هي إنجازات الملك الحسين العسكرية؟ إيش كانت إنجازات الملك الحسين في القوات المسلحة الأردنية واحد تعريب قيادة الجيش العربي الأردني بطرد كلوب باشا عام 1956 إذن الملك الحسين بن طلال عرب الجيش العربي كيف يعني عربه طرد كلوب باشا عام 1956 اثنين خاض أفراد القوات المسلحة الأردنية في عهد جلالته معركة الكرامة عام 1968 وفيها انتصر الجيش العربي الأردني على العدو الصهيوني إذن من إنجازات الملك الحسين العسكرية عرب قيادة الجيش طرد كلوب باشا عام 1956 اثنين خاض أفراد القوات المسلحة في عهد جلالة الملك معركة الكرامة عام 1968 إذن متى حدثت معركة الكرامة عام 1968 الآن خلينا ننتقل إلى الإنجاز الرابع من إنجازات الملك الحسين بن طلال ونكتب السؤال التالي كيف ازدهرت الحياة الاقتصادية في عهد الملك الحسين بن طلال كيف ازدهرت الحياة الاقتصادية في عهد الملك الحسين بن طلال وألف نشطة الصناعات مثل صناعة التعدين والفوسفات والبوتاس والإسمنت با نمت التجارة خاصة في ظل توافر شبكة من الطرق والمطارات الدولية وميناء قادر على استعاب حركة التجارة العالمية إذن كان سؤالي كالتالي كيف تم ازدهار الحياة الاقتصادية في عهد جلالة الملك الحسين بن طلال واحد صار عندنا كثير من الصناعات مثل صناعات التعدين والفوسفات والبوتاس والإسمنت أيضا صار في عنا نمو في التجارة طيب كيف نمت هالتجارة بسبب أنه توافرت شبكة من الطرق صار عندنا مطارات دولية أيضا كان في عنا ميناء العقبة اللي كان قادر على استعاب حركة التجارة العالمية الآن خلينا ننتقل إلى الجزء الأخير من درسنا لليوم هو وفاة الملك الحسين بن طلال اكتب السؤال التالي متى توفى الملك الحسين بن طلال متى توفى الملك الحسين بن طلال سبعة شباط عام 1999 توفى الملك الحسين بن طلال سبعة شباط عام 1999 بما وصفت جنازة الملك الحسين بن طلال بما وصفت جنازة الملك الحسين بن طلال بأنها جنازة العصر إذن أطلق على جنازة الملك الحسين بن طلال جنازة العصر ما سبب تسمية جنازة الملك الحسين بن طلال بجنازة العصر ما سبب تسمية جنازة الملك الحسين بن طلال بجنازة العصر ليش أطلق على جنازة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثرى بجنازة العصر شو السبب؟ لأنه التقى فيها قادة العالم وزعمائه على أرض الأردن لأنه كانت بجنازة الملك الحسين بن طلال زعماء العالم وكلهم التقوا على أرض المملكة الأردنية الهاشمية الآن خلينا أنواياكم بشكل سريع ننتقل إلى حل الأسئلة أحذر دفترك أكتب اليوم والتاريخ والعلوان بخط واضح ومفهوم السؤال الأول أكمل الفراغ بما هو مناسب فيما يأتي ألف العام الذي تولى فيه جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثرى مهامه الدستورية عام 11 آب 1952 من أهم إنجازات جلالة الملك الحسين بن طلال على الصعيد الداخلي واحد تمكن من بناء دولة المؤسسات تمكن من بناء دولة المؤسسات اثنان أولى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية جل عنايته أولى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية جل عنايته ثلاث ارتفاع نسبة التعليم والمعيشة وازدهار الاقتصاد في عهده ارتفاع نسبة التعليم والمعيشة وازدهار الاقتصاد في عهده واحد تمكن من بناء دولة المؤسسات اثنان أولى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية جل عنايته ثلاث ارتفاع نسبة التعليم والمعيشة وازدهار الاقتصاد في عهده السؤال الثاني أولى الحسين طيب الله ثره القوات المسلحة الجيش العربي جل عنايته واهتمامه لتبقى درعا منيعا في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ما أهم الأعمال التي قام بها جلالة المخفول له بإذن الله تعالى في هذا المجال واحد تعريب قيادة الجيش العربي الأردني بطرد كلوب باشا عام 1956 إذن واحد تعريب قيادة الجيش العربي الأردني بطرد كلوب باشا عام 1956 اثنان خاضت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي معركة الكرامة عام 1968 ميلادي وانتصروا فيها ضد العدو الصهيوني إذن اثنان خاضت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي معركة الكرامة عام 1968 وانتصروا فيها ضد العدو الصهيوني هيك إحنا منكون كمنا درسنا لليوم يا خامس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة